أشرفت صاحبة السموب الملكي الأميرة للا حسناء مرفوقة بسعادة الشيخة المياسة بنت حمد الثاني اليوم بالدوحة على تدشين الجراح المغربي دار المغرب وهو صرح معمري يجسد الثقافة والتاريخ المغربيين تم تشييده في إطار العام الثقافي قطر المغرب الفين واربعة وعشرين وتعد دار المغرب إحدى المعالم الرئيسية لهذه التظاهر الثقافية التي تجسد العلاقات الاستثنائية القائمة بين المغرب وقطر وتم تصميم هذه المعلمة المستوحات من الهندسة المعمارية لقصر أيت بن حدو المدرج ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي منذ سنة 1987 والذي يجسد جوهر تقنيات البناء التقليدية بالطين على مساحة 1300 متر مربع هذا تم تهيئة دار المغرب التي تم تشييدها بمحاداة متحف الفن الإسلامي على أربع فضاءات تقدم نظرة فريدة عن جانب من تاريخ المملكة وثقافتها ورؤيتها للمستقبل وتشمل المغرب ملتقى الثقافات والمغرب أرض الضياء والمغرب أرض الوصال والمغرب أرض الشغف وتجسد تظاهرة العام الثقافي قطر المغرب 2024 التي تنظم بشراكة مع مبادرة الأعوام الثقافية تجسد الروابط القوية والتاريخية بين الشعبين